طيب مشاعر جديدة الناس اللي مش مرتبطة في مشاعر جديدة شخص جديد خالص. اوكي? اللي مش مرتبطين. نفس الكاتب ده صهر في المجموعة الاولى اه انتو لو مرتبطين فبرضو مشاعر جديدة بتحسوها اتجاه بعض. كلام كويس جدا برضو. في توازن اما في حالتك العطفية او في حالتك المزاجية. في في حال التوازن. وانت فعلا يا جزي متزن. في عصبية شوية عصبي شوية انما برضو عصبيتك يعني منطقية. مش بتتعصب بتهور يعني. فانت في حالة توازن. كويس? طاقة ايجابية انا بحيث انه حاجة يعني طاقة حلوة جدا. المنظر من حوليك الطاقة من حوليك كويسة. مش حاسس بحاجة وحشة يعني. طيب. في ذا كارت الخسارة. في خسارة انه ستقع. الخسارة دي. ما عرفش. يمكن يكون الشخص الجديد ده لان انا ما بنليش بعد كده نوايا ايه. وبنلي ده تمام. حزن قلم. في حاجة مش كويس. طيب. مش عايزة اخوفكم بس. اللي دلوقتي. وفي حد داخل عليه جديد. يعني بيطر 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 به. مش وقلبك في ايبك. اه 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 وتشوفوا بعض وتتعرفوا كل حاجة بس قلبكوا في ايديكوا عشان انا خايفة من الكارت ده. كويس؟ بالنسبة بقى الموضوع التحول او الحاجة اللي بتتغير جامد في حياتكو دي ان شاء الله حيكون الامفاكت بتاعها او تأثيرها عليك حلو. فيه طاقة دي ده هتديلك طاقة انتصار. طاقة قوة قوة اللي هو الهانة مفيش حاجة بتكسرني. يعني يعني الدنيا كده تتشقل بتتغير زي ما هي عايزة انا ما بتغيرش انا ما بتكسر ده استيف ده ايس ايس او سورت ده انا شخص ما بتكسرش. وايس على كده بقى كل اللي احنا سمعناه ده الخسارة دي لا ما بتكسرش بتتعول ان شاء الله. فيه زعل شوية زعل من الشخص من الحديد ده عايزي ولا يرميني على فكرة انا ما بتكسرش. يعني خليك من الاخر كده جامل. خليك جامل. او خليك جاملة. دي الطاقة اللي انت فيها دلوقتي. الحمد لله جاية في وقتها لو الحاجات دي فعلاً صح فها جاية في وقتها. طيب حلقة اصر قرية بسرعة. فيه هنا اساس لحاجة انت حضتها يا جدي. كمل. لسه بعد شغل. احتفال. الناس اللي في حالة مستنيين خطوبة. ان شاء الله الخطوبة دي بتتم على خير. او الناس المرتبطين فيمكن يكون اجازة او احتفال بشيء. في عملية تحول هتحصل. موت للشيء ويحل محله شيء تاني. هروب افتكر هيحصل بعد المرحلة دي من التحول ده هتبقى محتاج تهرب مش عايز تواجه. هي شخص جديد هيحاول يقرب منك للناس السنجل. الناس اللي مرتبطين. فهم برضو حاسين بمشاعر جديدة نحو شركهم. انت في حالة توازن عطفي وزهني ومزاجي وحاجة حلوة جدا يا جدي. انجوي. بس هنا زي ما قلنا فيه طاقة جديدة انت داخل عليها. طاقة انتصار وطاقة قوة قوة غير طبعية. وهنا برضو الكارت ده كارر برضو في المجموعة الاولى في حالة مصبت. انت شغال علي حاجة. عايز تكملها. وده السيز اللي تركز عنه دلوقت. يعني تيبك بقى لو الخصارة هتقع ان شاء الله تجيب حاجة تفحة يعني وتروح لحالها. خليك انت زي ما انت كده شايفين ركض حصانه ازاي. متحصن وجاهز للقتال ما عندوش مشاكل خاص. زي ما قلنا الشخص الجديد. لو في حد جديد فعلا هيتقرب منك يا جدي. خد حضرك. دي كراءة المجموعة التالتة. دي برج الجديد. اه منها انا مش متابعة الاخبار. فيعني قولي ايه اخبار القراءة معكي الشهر ده. ده له موجود يا حياة في الصفحة. الجوزاء قريب جدا يا لايف حاضر. اه الزور متقال يا كنزة موجود في الصفحة مسجل. حسيني ايه شو دي برج الجديد. حبيبي المصباح خليفة انت مش عامل منشن انت كتب الاسم بس انا مش شايفة منشن. كده مش هتيدي بابلعامل مش طيب. كلام جدا لقد قولي صح. مسي يا سامة تشكرت حبيبي. لا 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 بصيا انا نرمو. هو مش واجع حبيبي. لا بالعكس انا عمال اقول لي بقوة وطاقة وحاجات حلوة بيبتل. في حملية التحول بيقول لديه شيء يتغير وكما قلت فيه خطوبة للناتل لسه يعني مؤدخين على خطوبة وفيه احتفال وحاجات حلوة يعني مستحيل بقى القراءة كلها حلوة يعني لازم هيبقى فيه شوية حاجات كده مش ظريفة محدش في خاف فليس يا جماعة يعني اعتبروا ان الموضوع اللعبة فليس محدش ياخد الموضوع بجزء بس انا مش فاهمت خطو من ايه بس انا مش فاهمت خطو من ايه ان شاء الله خير ان شاء الله خير احنا يعني نتوقع دائما الخير وان شاء الله ربنا يبعث الخير مدعوش من حاجة طب يعني بعد كله ما اقولش هاد الكروتر وحشى ما اقولهاش اسكت يعني زل انتوا عايدين يعملوا اسكت اه تفضلوا كل الناس خايفة ايه بشكرك يا محمد طب خلص مش هقولوك الحاجات الوحشة تاني بشكرك يا عبدالقدر جدا بتيجي نتجوز لا طب بعنا هنا اللي عبدالقدر تعالى لك اه تقطيع القلب وحشة حاجة لديك انا هكتنها قولاني مش عارفة اقولك يا مناسة طب يعني مش ناخد حضارنا طيب مش ناخد حضارنا احسن طب طب اتمنى هنشوفها بعد اللايزة يروح هنشوف المجموعة الثالثة و اكتبوا لي عايزيني اقول الكروت الوحشة او لا ليس عايزة حد يخاف و حد يزعل نعمل بوثين كده و بليز الادنز اللي موجودين روشد و احمد قولوا لي كده شايفين ايه لو عايزيني ما اقولش الكروت الوحشة مش حاول يعني اغمرتي حاببتي اه تتتتتا اه ها تتتتا حاضر لا يا اميرة طبعا مش هقولها يموت تيالكلام ده يا ابنتي موت للشيء الشيء يعني ممكن نرقد حد ممكن احساس جوانا يموت الموت ده لي اشكال كتير جدا بس هيحل محله شيئتين مش مموتكو انتو طبعا. يا ريتني ما قلت. طيب تعالوا آآ طيب نشوف الحالة العطفية. طيب الجزي عايز ايه? الجزي متقلم يا جماعة ولا ما حاستاه من طاقة الكروت ان شريك الجزي يعني ان الشخص ما عندوش عاطفي مش شخص عاطفي اوكي شخص جزي شخص عملي هو هو كده ما عندوش دلع ما عندوش الحاجات دي فالموضا ده مؤثر على الجزي شوية نفسه في نهاية قلم متقلم من الموضا ده ونفسه القلم ليه فيه. نفسه في طاقة جديدة يعني تقريبا الموضا ده خلص طاقته مش حاسس بمشاعر مش حاسس باهتمام آآ شيء من هزا القبيل شايف شريكو ازاي شايفو اما ان هو عندو سر آآ او ان هو شخص متلين جدا. كويس? الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يتدين اكتر ووضح ان هو متدين فعلا عايز يتدين اكتر عايز يقرب من ربنا اكتر ويقوم بعباداته اكتر واكتر. نفسه في ايه؟ شكله مستني فلوس او مكافأة اقول اوكي. مستني فلوس من حد مستني مكافأة ما هو واضح ان هو فعلا تذكيره كله دين مادة. يعني اوكي. دي الحالة بتاعت شريكو. بس هو شايفك ازاي بقى شايفت آآ عشرة طويلة او قويس منه بيجدان ويعفو من زمان وما بيشوفش منك بكل خير. الطاقة ما بينكم فيها جمود فعلا هي الطاقة جامدة. واضح ان الشريك شخص آآ يعني مش مرم مش شخص عاقصي مش له مانس عملي اكتر شخص عملي اكتر طيب الفترة دي في شوية اضطرابات اضطرابات نفسية على اضطرابات ذهنية انه مش حل بس في حاجة هتحصل يعني الكبتة ده للناس اللي علاقتهم ما وصلتش للجواز ده اتمام زواج ناس متجاوزين ده حمس اوكي الى زوالة ده ويعني عندهم مولاد وخلاص مش هجيبه لتاني فلا ارتباط قوي انتو حبك ويمكن مش واخد شكل الرومانسي اللي كان الجذل يتمنى او المعاملة اللي هو كان نفسه يتعملها لكن حبك وغير مشروض يعني مش لازم يعمل لي كذا عشان احبه فهمين قصدي ايا كان شكلك ايا كان طبعا فشيتك تيحبك فده حب غير مشروض حاجة حلوة جدا بس انا عايزة الجذل او شريكه ايا كان اللي عنده شخص قريب منه هذا البورس ده او الكائن حلية صغيرة ده شخص قريب منك وبينصحك مصائح هاد دائما هاد دائما واحنا عادتين طبعا انشاء النصائح دي ممكن يبقى شكلها عامل ازاي اه وبيعملك كده ليه او بيعمل كده ليه هولينش بيعملك كذا وهي زي ما بتعملكش كذا الكلام بقى اللي بيقوم الدنيا ما بيقعد هاش ده فانتبهوا للشخص اللي جنبكم ده اللي عامل شكرا